لا يقتصر الضرر الذي يسببه داعش على القتل والتعذيب في سوريا بل يتعداه ليخلف آثارا في البنى الأساسية والمباني في المناطق التي يحتلها ففي مدينة ألباب تضررت أجزاء كبيرة من المدينة خلال الاشتباكات التي أدت إلى طرد مسلحي تنظيم منها تلك المباني المدمرة كانت المأوى الوحيدة للهاربين من داعش في الرقة لتلاحقهم آثاره حتى بعد خلاصهم من قبضته الأمنية فهذه المباني باتت مهددة بالانهيار فضلا عن ظروفهم المعيشية الصعبة مع اقتراب فصل الشتاء المزيد من التفاصيل في التقرير التالي يتراء لك مشهد المنازل المدمرة في مدينة الباب شرق حلب وكل ما يدور في خاطرك أن هذه الأبنية لا سكان فيها لكن ماذا لو لم تكن هكذا ففي هذه البيوت المدمرة جزئيا جراء المعارك مع تنظيم داعش تعيش عشرات الأسر الهاربة من مناطق احتلال التنظيم في كل من الرقة ودير الزور وتدمر حيث اتخذ عبد الرزاقي من هذا المكان منزلا لأسرته متحملا عواقب ما قد ينتج من تضرر البناء لكنه في الوقت نفسه يأمن على أسرته بعدما فر من مدينته تدمر قصف كل يوم وما عاد نقدر نفوث ولا نطلع من الدواعش كل ما بدنا نطلع نجي لهون يرجعوني على ربي لقنك على قصر قلابيتك اقربنا على الشتي وشتوية قاسية فيه أطفال فيه رضاء حليب فواط يعني كل من الشيء ما فيه في هذا المكان تعيش أكثر من 140 أسرى في ظروف أقل ما يقال عنها قاسية إذ يقطع الطفل محمد 6 كيلو مترات خمس مرات يوميا لجلب الماء لأسرته في حين يرتاد أبناء جيله المدرسة قاعدين ببيوت مهدمة بس أي لحظة ما بيشوفوا غير وقعوا علينا يعني بس لا قولنا حل هذا الشغل يعني ما فيه لا خزانات لا شيء لا دنقات ما بيه شيء جل من نزح إلى هنا يلقن أن ثمة تحديات لا تقتصر على تأمين المأوى وهذا ما دفع عمر للتفكير في حلول تخرجه من هذا الواقع خاصة بعدما نجى وشغيقته من قصف جوي على مدينة دير الزور وفقد على إثره أسرته باستثناء غزل التي تعرضت لإصابة بالغة في يدها وفي الوقت الذي يعاني فيه النازحون ضنك المعيشة هنا لا تزال مئات الأسر قابعة في ظروف لا شك بأن الموت محيط بها من كل جانب مرارة النزوح كانت ولا تزال تلاحق هؤلاء أينما ذهبوا فمن تراهم عينك الآن كانوا قد اختاروا هذه المباني المدمرة والخيام المرقعة ملاذا لهم هربا من جحيم الحرب والقصف في ظل غياب شبه كامل لأبسط مقومات الحياة لأخبار الآن همام أبو الزين مدينة الباب ريف حلب الشرطي